موسيقى هي فنانة تشكيلية اكتسبت شهرة عالمية كنموذج للمدرسة الفطرية في ميدان الإبداع التشكيلي وعرفت بمسيرتها للثثنائية التي حولتها من أرملة فقيرة إلى فنانة داع صيتها في سوق اللوحات فشقت طريقها في المغرب وخارجه بإبداعاتها التي تميزت بالعفوية وكسرت القواعد التصنيفية الأكاديمية الشعبية طلال في سنة 1929 بشتوكا نواحي أزمور فتحت الشعبية طلال عينها أول مرة وعند وصولها سن الثالثة عشر عاما تم تزوجها من رجل كبير في السن لكنه توفي بعد مدة قصيرة من إنجابها طفلها الوحيد حين كانت تبلغ من العمر خمسة عشر عاما فقط هناك وجدت نفسها مضطرة إلى العمل خادمة في البيوت من أجل تربية ابنها والإنفاق عليه وجدت الشعبية في الرسم مجالا خاصا للتعبير عن ذاتها بعد أن روضها حلم غريب وهي في عمرها الخامس والعشرين قدم لها فيه غرباء أوراقا وأقلاما من أجل الشروع في الرسم اشترت بعد ذلك صبغات مائية ولوحات فصارت خادمة بيوت في النهار ورسامة في بيتها الصغير ليلا في هذا الجو سينشأ ابنها الحسين طلالة ليصير تشكيليا هو الآخر وربما أيضا ليفتح باب الصدف لأمه لعبت الصدفة دورا كبيرا في إبراز موهبة الشعبية الفنية وكان ابنها سببا في ذلك حيث استضاف في منزله الناقض الفني الفرنسي بيير جوديبير مدير متحف الفن الحديث في باريس سنة الف وتسعمائة وخمس وستين بهدف عرض رسوماته عليه وخلال الزيارة نفسها استغلت الشعبية الفرصة وعرضت لوحاتها على جوديبير وهنا كانت المفاجأة بعدما أعجب برسماتها التي أدرجها في خانة الفن الفطري وقرر دعمها من أجل تقديم معارض خاصة بها وتوالت بعد ذلك مشاركات الفنانة العصامية عبر أرقى دور العرض العالمية إلى جانب أعمال مشاهير الفن التشكيلي من قبيل بيكاسو وميرو خصلت الشعبية على الميدالية الذهبية للجمعية الأكاديمية الفرنسية للتربية عاما قبل وفاتها وفي الثاني من أبريل سنة 2004 توفيت الشعبية طلال ليفقد المغرب إحدى نسائه البارزات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر